السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم هو إعتار الدرس الرابع في أسرار بلندر أو tips و tricks نتكلم عن بعض tips الخاصة بالمودلينج و UV Unwrapping أول شيء مثل نختار loop في 2.8 فيما فوق أول شيء نأتي على أي loop نضغط 2 في حدة الفاصل فى الغد و بشكله نضغط 2 و نأشقها نضغط ستبق على أي Edge درس أحد عرضه في الطول ثم نضغط الى هذه المطار اخترنا نصار أو loop الترس اختر نصار مصار و الترس اخترنا نصار ويختر نصار مصار طبعا كام ده كان في نسخة اللي هي 2.7 كنا نختار بالالت مثلا هنا في الفيس نختار طبعا هنا في الرايت كليك هو select فبالالت كام نختار هكذا ده بالشفت فإذا اختيار في 2.7 عن طريق نختار ALT ورايت كليك هكذا وفي الرايت كليك وفي الرايت كليك وفي الرايت كليك وفي الرايت كليك نختار أكثر من انصر طبعا كاما كنا نقول region scale هكذا طيب ده كده بالنسبة لي اول معي النهاردة دابل كليك نختار هكذا طيب ده كده بالنسبة لي اول شيء معينا في درس اليوم ثانيا ازاي نختار او في حاجة اسمها في المودلينج اسمها INSET ده كده معينا INSET هكذا الطبيعي ان ال INSET بيكون كل عنصر لواحده هكذا لو ضغطنا اختارنا اكتر من فاس وضغطنا آي آي مرتين يبقى كده INSET لكن اللي حالة نتكلم عنه النهاردة INSET Boundary لو هنا في ميرور ده كده ال INSET ان الاتنين او ال INSET يكون على حسب الشكل اسمه Boundary بحيث يكون في الحد الفاصل في الميرور ما فيش INSET ولكن في الباقي فيه INSET فازاي بنفعل كلام ده INSET انا مفعله عشان كنت يضغط به فبضل بس بي بيفعلي Boundary فوق اللي حنا لاحظنا فوق هنا لاحظ ثاني مكتوب Boundary B ON أو OFF لكن ممكن اضغط X TRUE هكذا INSET Boundary فوق انسيت انسيت باوندري الانسيت هكذا وهي انسيت هكذا طيب ده بالنسبه لي عشان كده مشتغلش الباوندري فلو جربنا تاني ده بنسبة لي الانسيت باوندري بعد كده باوندري بالنسبة لي لو انا عندي مثلا عنصر زاكد طبعا في المشاريع العادية سيكون فيه هنا اكثر من عنصر فبدأ من ان اختار عنصر وعد ندور على اسمه هنا ده اسمه وليكن سوزان بعد ما اقعد ادور فباختار عنصر عشان اظهره هنا بحيث ممكن اخفيف الرندر او وليكن اغير الاسم او انقله او ان كان النقطة الرابع عندنا هيا اليو في ده عند استونا فيه اتنين سيمز لو ضغط انرب طبعا فينا سيم بالطول لو ضغط انرب بيزرع عند دلوقتي هنا ده كده في الستونا بيزرع عند دلوقتي لو ضغط انرب بيزرع عند دلوقتي هناك شيء اسمه الستريتش بيشوف هل الارجز متنسقه وهل فيستريتش في اليو فيو فيو او لا طبعا لما يكون فيستريتش التكتشر هتكون فيه اماكن طبيعية وفيه اماكن تاني استريتش فباجي هنا تسبيل استريتش ويظهر اريا مش انجل لا بيظهر الاريا طيب اللون الازرده ده الطبيعي ده كده تمام لكن من الاخضر للأحمر ده كده فيستريتش فزايح المشكلة انا اظهر عندي طبعا دلوقتي ممكن اظهر هنا الستينك فانا لو اخترت الجزء ده كده فبيظهر لي ان الجزء ده كده هو اللي فيه استريتش فهختار ده كده ماركسيم واختار ده كده ماركسيم ومن هنا كده حتى هزين حافة ماركسيم لو ضغطت الكل وي انرب هجد ان دلوقتي الستريتش قد طبعا ممكن اجي هنا ومثلا اختار ده كده ماركسيم مرة ثانية بكده الستريتش اختفى تماما زي ما احنا شايفين ده كده طريقة تغيير او التعمل مع الستريتش اولا اختار الستريتش من هنا من قائمة view تسبيل استريتش واشوف المكان اللي فيه استريتش وعيد الانراب وضغ سيمز وعيد الانراب درس اليوم بعض التيبس و تريكس الخاصة بالمودلج ان شاء الله نكمل في استرسلة حتى نهاية شهر بإذن الله اشتركوا في القناة